طب من وجهة نظرك من وجهة نظرك أن إحنا دورنا? يعني إحنا دورنا أي كمسلمين؟ يعني أنت دورك إيه و أنا دوري إيه؟ أو دور كل مسلم إيه؟ علشان المفترض أن إحنا نرجع تاني إيد واحدة كما كنا إيه للمفترض أن إحنا نعمله علشان نرجع مرة تاني إيد واحدة؟ لك ما ما شرحت لك محت problem بس رح تب لك مثالا نهون مكتر بنت نحكي بالسياسة أو كذل إحنا ما بنتنحك بالسياسة إحنا بنتائك كما نبدأ يمبعطي أمثلة تشبه للجواب من شغلة أسبوع أو أسبوعين في جزائر أهلاً بك يا فيله هناك فترة في شغلة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر جزائري سألني هنا على البرنامج قال إذا عطوك الفانوس السحري وما عن طلب واحد بس طلب واحد في هذه الحياة عن طلب العمر ما هو اللي بتطلبه؟ قلت له برجع الزمن لقبل عام 2000 ما هي؟ بستغرب قاليش ليش؟ قاليش هالطلب قلت له أنه أيام قبل 2000 كان في الألفة والمحبة والصدق والعلاقات الاجتماعية بين كل الناس قلت له بنرجع نحلت كل أمورنا لأنه بتصفى القلوب وبتلغى المصالح بس تصفى القلوب وتلغى المصالح بيتحل كل شيء مهلا بك يا فيلو مهلا بك يا فيلو هذا على فكرة هذا عبسة عم استوادوا العرجة يستواصلنا بالبيت الواحد أهلا بك يا أرمان أنا عايز بس أقول حاجة لحياتك النبي صلى الله عليه وسلم يقولي مثل المؤمنين في تودهم وتعطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد في السهل والحمد أنا عايز أديك بشرة اللي بيحصل في العالم اليوم واللي حصل في الغزة وشوف كمية السوشيال ميديا ومدى حب الناس اللي بعضها والوطن العربي كله هتلاقي اليمنى بيتكلم عن الكدس هتلاقي أهل غزة عادين ومش بتكلموا بينفزوا على الأرض الواقع هتلاقي المصريين بتتكلم عن غزة والكدس هتلاقي العرب بشكل عام هتلاقي الخليجي هتلاقي السعودي هتلاقي اللبناني هتلاقي كل التواف ممكن يكون بعض الدول أو بعض الأماكن فيها بعض المشاكل أو بعض العنصرية ودوارد ممكن تنزل أي مكان بتلاقي استثناءات ودايما الإعلام بيوجه نظره على الاستثناءات هذه علشان يكره الناس في بعضها وده اللي احنا بنوع كفريسة يعني مثلا انت مثلا نزلت مثلا مثلا رحت أنا نكمل انت مثلا رحت بلد معينة بدون ذكر أي اسم بلد عشان محدش يزعل مني انت رحت بلد معينة واحد عاملك بعنصرية وبطبقية معارف مثلا ان انت مش من البلد فكانت دفعة قوية جدا ان البلد دي عنصرية البلد دي تبداع والإعلام لو انت تكلمت وطلعت على سوشيال ميديا وحكيت القصة بتاعتك هيبدأ يكبر هذا الموضوع فالناس بتاخد فكرة ان البلد الفلانية دي دفعها عنصرية تجاه الفئة المعينة دي لكن انا عايز ابشرك وبقولك اهو بكل كوة ان الامة الاسلامية هترجع مرة تانية هترجع امتى هترجع امتى وازاي دي ما نعرفهاش لكن ربنا قال لنا ايه ان احنا نركب القطر القطر ده هيوصل امتى هيوصل ازاي ربنا قال لك اركب القطر وما لكش دعوة ازاي وامتى دي مش بتاعتك من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديله انت تركب القطر انت موت وانت في المحطة القادمة يبا انت ماشي على الطريق عشان كده الامام من الالباني بيقول ايه ليست الغاية ان ترى طريق النصر ولكن الغاية ان تموت على طريق النصر ليست الغاية ان ترى طريق النصر انت مش مهم رجعت الامة الاسلامية بقت ايد واحدة كما كانت من قبل او ما رجعتش دورك دورك بشكل قوي جدا ان انت تركب القطر اركب القطر بتاعك القطر كده كده بيوصل محطة النصر وصلت محطة النصر كنا بها ما وصلتش ومت في الطريق يبا انت مشيت على الطريق اللي ربنا كتبوا ليك في هذه الحياة انا اقول لك بها يباحنا دلوقتي لو احنا عايزين نصير امة واحدة زي ما انت قلت كده اول نقطة ايه ان احنا نحب بعض اللي لا يؤمنوا احدوكم حتى انا شغلت لك مش شوي اه وده حديث النبس السلام بيأكد انا شغلت لك انا كيش المتحكي انا لكل حكاية ايه انا حكايت لك على المشتوى اول شي ضبط اذا واحد ضرب اذا ضرب واحد بالسيارة انكسرت رجله بعد شي ساعة بتصير كأنه مئة الف واحد وشوي تطلق لك بس يرجع الزمن الالفة بس يرجع الصدق والمحبة بس يرجع الصدق والمحبة نحل بكل شي هاولك حاجة نحنا دورنا نحنا دورنا نحنا كدورنا انا وانت ما تبقى نفس الشي نفس التفكير دورنا نزرع صدق والمحبة بيننا بس مشكلته الواقع المصالح صلنا بس مشكلته الواقع انت عايش بواقع وصار مصالح الحضارة الحضارة اسا زودة اهلا بك يا زوي يا كنج طاضحة مبارك يا حبيب في شغل الحضارة لغة الشغل الأكبر لغة العلاقات الاشتماعية بس لغة العلاقات الاشتماعية لغة الصدق واللغة المحبة أبقى في ألفة ما في خلطة صحيح وان شاء الله بترجع الوطن العربي كل ياتوا من الخليج إلى الخليج إلى الوحدة وبنزور بعضنا كل ياتنا وبنرجع محفظة بعضنا بأسفل كله وإن شاء الله تتعرف بقى يعني أهم نقطة في هذا الموضوع بما نرجع ثاني وإيد واحدة وبهذا التفاول الجميل أول ما بنرجع أيد واحدة يعني تقدر تروح أي دولة بدون فيزا وتستنى السفارة يعني تقدر تروح مصر تطلع على السودان تطلع على أي دولة أنا تطلع أنا تطلع إن شاء الله بيرجع إلى الدول العربية من الخليج إلى الخليج إيد واحدة يعني شو إيد واحدة أكيد مع أنت كلية بلد واحد بس يرجعوا كلية بلد واحد استصفى النفوس استصفى النفوس والقلوب يرجع الصدق والمحبة من حل كل شيء والله أنا بس حبيبة بشر بشرة يعني لكل الناس اللي هي ببشرة بتقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول في نهايته إن إحنا يعني الحديث فيما معناه إن إحنا كلنا آه بيحدث فترات في حياة الأمة الإسلامية وإن إحنا بيكون مرة يعني مع بعض بنكون في يعني تقدر تقول عليه إن في مثلا سلطان للمسلمين وبعد كده بيتيجي فترة المسلمين بيتفككوا وكنتيجة برضو لفعل اليهود أو لفعل لفعل الغرب بشكل عام أو للفعل الأوروبي أو آآ أكيد للفعل لفعل أي أن كان اللي لهم مصالح لأن الدول العربية لتنهر مصال لكن يعني فكرة إن إحنا نرجع مرة تانية دي أكيد في هذا العصر في العصر القادم بعد سنة بعد مئة سنة بعد ألف سنة ده مش دورة ربنا مش طلب منك الوقت ربنا قالك إن إنت هذا ما دوري آآ أنا دوري شو دوري أنا شو دوري دوري حاول رجع الصدق والمحبة آآ أي إن كان أنا وإياك أن تفكين عن نقطة وهي إن إحنا بس يرجع الصدق يرجع الصدق والمحبة وتلغى المصالح وتصفى القلوب بين حاجة كل شيء نحن لا نحض على العنصرية ولا نحض على الجنس ولا نحض على التراق الديني إحنا إحنا أصلا إحنا أنا بس عشان بس الأمر تبقى واضحة إحنا بنتكلم في إن إحنا زي ما إحنا قلنا كده عايزين نباحنا نعيش في عالم آمن هذا العالم الآمن كلنا قريبين من بعض كلنا بنحب بعض كلنا خايفين على بعض كلنا بنواش بنستشعر حديث النبي صلى الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب له نفسه مثل المؤمنين فيه تودهم وترحمهم وتعطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو التداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة كلنا يكون همين على بعض حتى المختلف معانا في الدين بنكون همين عليه وخايفين عليه وبنقدم له المعروف لأنه هو دين الإسلامي بيأمر بذلك واجب على كل مسلم إنه هو فدين والعرق والسياسة وكل شيء اعتقد بالإعتقاد اللي أنت عايزه كون مسلم كون مسيحي كون أيا كان جنسية كينه 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 ملا علاقة أيا كان الجنسية بتاعتك لكن يبقى إن إحنا كلنا بنحب بعض وخايفين على بعض أو كده شوف الدول الأوروبية مثلا اتحادها شوف عامل إيه في الوقت الحالي إحنا برضو اتحادنا كدول عربية كلها وتبقى على قلب رجل واحد سنصنع خضارة إسلامية عظيمة يعني إحنا أعرفت ليش السبب أعرفت ليش السبب أبدي نخلوك أبدي نخلوك أبدي نخلوك لأنه بيعرفوا إذا تركوه بيعرفوا إذا تركوه أنت قادر تعمل أكتر 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 من المتوقع حيلا والمثال قلت لك إنه ندموا الدول الأوروبا ودول أوروبا ومريكا على مدينة دبي سمحولة تصير أعرفت كيف؟ طبعا حتى مدينة دبي أما تنفذت وظبطت بعد حداث إداعش أيلو أميرة بأخلاق أهلا وسهلا والله إن شاء الله تعالى يعني أملنا في الغاز أتشرفت أنا كثير على فكرة بالحديث معك ونورتني وهي فعله أحلى دكتور وحديثك مشيق وكريل ما تشوف أنه حدا نتفهم نقفة واحدة من الصدق والمحبة وتصفى القلوب ترجع كل شيء إن شاء الله مثل ما قنا بيرجع الوطن العربي من خريج لخريج أيد واحدة وبلد واحد إن شاء الله تعالى ربنا يسعيدك ويعفظك ويرفع قدرك أنا فخور بمعرفتك وأنا طبعا أعطي لك متابعة من زمن أنا بالأكثر الله يسعيدك إن شاء الله تعالى كل كلامك داع يعني إن شاء الله دورك إن أنت أتوعي الناس اللي حواليك وأنا دور إن أنا وعي الناس اللي حواليك وكل واحد في المكان وربنا هو فعلي مما في قلوبهم فأنزل السكينات عليهم وأسابهم فتحاً قريبا الفتح يأتي إما إخنا نبدأ نغير هنا ونغير اللي حوالينا يعني أنت مثلك اللي بيودع الخير اللي بيودع الخير أو بيدعم الخير حتى لو كان بيعرف الشخص بجوز ما يزبط معه بيردله بيردله وضعفين الخير هاي من الناحية من الناحية تاني أنت ما تقول ما أنت شوي بتدري شو ما تحكي إنه نحنا لازم كمناتب بعض نحن قل لك شو بحياتك ما أعطيك ياه مني بحياتك ما تخاف من شي بحياتك ما أزي نملي بس تكون بتودع الخير للناس ما تخاف من شي هيا أولا أنت بارعة بس المفروض عليك والله أنت تعرف النت أنا بسوريا شوي بيغطش بقيت تعايش مع الواقع إن كان بسوريا أو كان بأوروبا وما إن كان بالعالم بقيت تعايش مع الواقع كذا هيك الواقع مفروض كذا بها الماضي الأفروب تعايش فيك لأنه أنت عالميا هيك هيك لازم تمشي يا بكون هون يا بكون هون مممممممممممممممم والله صح ربنا يحفظك ويرفع قدرك في دنيا والا خيرها كل همين جمعت أمرني بأي شئ يا حبيبنا إن شاء الله تعالى يعني الله بد السلامة سلامة رافقك إليك ولمحبينك وكل عام وانت بخير وكل شعب مصر وكل الدول العربية وأهلك ومحبينك بخير وخير يسد ضربك يا مزر. من ربنا يا سيدك ورفزك وإشترا قدرك. إن شاء الله هيك إن شاء الله الأيام بترجع من تجي تزورنا ع سوريا وبجي تزورك عم صور. إن شاء الله يا أخي إن شاء الله تعالى والله إن شاء الله إن شاء الله ويبقى قريب إن شاء الله تعالى ماشي يا حبيبي في رعاية الله خلي بالك من نفسك في أمان الله الله يساعدك في رعاية الله مع السلامة